الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وكما ذكرنا تشمل نوعين الخصائص الأساسية وتتمثل في الملاءمة بمعنى أن تكون المعلومات المحاسبية ملائمة لمتخز القرار وتكون المعلومة المحاسبية ملائمة لمتخز القرار عندما تساعد متخز القرار في اتخاذ قراره وتمكنه من التنبؤ بالمستقبل وتساعده في تقييم الأداء وكذلك أيضا عندما تكون المعلومة قادرة على تقديم التغزية العكسية أي قدرتها على تعديل أو تصحيح التواقعات السابقة لمتخز القرار أيضا فإن المعلومات لكي تكون ملائمة يجب أن تتوافر لمتخز القرار فور الانتهاء من إعدادها وقبل أن تفقد قيمتها في التأثير على قراره بمعنى أن تتوافر في التوقيت المناسب الخاصية الثانية من الخصائص الأساسية إمكانية الاعتماد على المعلومة المحاسبية ولكي يمكن الاعتماد على المعلومات المحاسبية يجب أن يتوافر فيها عدة عناصر أن تكون المعلومة غير متحيزة أن تكون خالية من الأخطاء وكذلك أيضا يتوافر فيها الأمانة والمصداقية في إعداد وعرض تلك المعلومات ولهذا كما ذكرنا يجب أن يتوافر فيها عدة خصائص القابلية للتحقق وعدم التحيز والأمانة في العرض والتمثيل العادي الخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية واحد القابلية للمقارنة وخاصية القابلية للمقارنة تتوافر في المعلومات المحاسبية التي يتم قياسها والتقرير عنها وذلك عندما يتم استخدام وقواعد وأساليب محاسبية متماثلة مما يجعل تلك المعلومات مفيدة لمتخز القرار ويمكن من إجراء المقارنات بين المنشآت المختلفة أيضا الخصية الثانية من الخصائص الثانوية الثبات أو التجانس بمعنى استطبيق نفس السياسات والقواعد المحاسبية في المنشآة من فترة محاسبية لأخرى لأن السبات في تطبيق السياسات والقواعد المحاسبية في الشركة أو في المنشآة من فترة لأخرى يساعد في تفسير النتائج الاقتصادية للمنشآة عبر الفترات المالية المختلفة ومع ذلك يمكن القول أن خصية السبات لا تعني عدم إمكانية قيام المنشآة بتغيير تلك القواعد المحاسبية المتبعة في فترة معينة بل يمكنها التغيير إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك مع بيان الأسباب التي أدت إلى ذلك التغيير عناصر القوائم المالية عناصر القوائم المالية يمكن توضيحها في الشكل التالي هناك عناصر قائمة المركز المالي الذي يتكون من الأصول والالتزامات وحقوق الملكية ثم عناصر التغييرات في حقوق الملكية تتمثل في الاستثمارات الإضافية أي زيادة رأس المال خلال الفترة المالية وأيضا توزيعات الأرباح ثم عناصر قائمة الدخل والتي تجتمل على عناصر الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر والدخل الشامل ويمكن توضيح ذلك بشيء من التفصيل على النحو التالي نبدأ بعناصر قائمة المركز المالي واحد الأصول والأصول وهي الممتلكات أو الموجودات التي تمتلكها الشركة هي تمثل منافع اقتصادية مستقبلية محتملة تترتب لشركة أو لمنشأة معينة نتيجة لمعاملات أو لأحداث اقتصادية وقعت في الماضي ثم العنصر الثاني وهو الالتزامات والذي يعني التضحية بمنافع اقتصادية محتملة ناتجة عن التعهدات بتحويل أصول أو بتقديم خدمات إلى منشآت أخرى في المستقبل وذلك نتيجة معاملات أو أحداث أيضاً وقعت في الماضي ثم حقوق الملكية أو حقوق المساهمين وهي عبارة عن الفرق بين الأصول والالتزامات ويمكن تعريفها بصافي الأصول عناصر التغيرات في حقوق الملكية وتشمل الاستثمارات بواسطة الملاك أو الاستثمارات الإضافية وتتمثل في الزيادة في صافي الأصول في منشآة معينة والتي تنتج من التحويلات إليها من منشآت أخرى لزيادة مصالح ملاك الشركة أو زيادة حقوق الملكية بها توزيعات الأرباح وهي عبارة عن النقص في صافي الأصول نتيجة توزيع أصول أو أداء خدمات أو وفاء المنشآة بالتزامات الملاك وهذا التوزيع يؤدي إلى تغفيد حقوق الملكية في المنشآة شكرا